توفرت لدي وثائق سرية مهمة من مكتبه الخاص منها ما هو بخط يده ومنها ما هو بخط حامد يوسف حمادي الذي كان يشغل وظيفة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية بعض تلك الوثائق يعود تاريخه إلى الثمانينيات وبعضها الآخر يعود إلى منتصف التسعينيات من القرن الماضي واحدة من تلك الوثائق بخط رئيس المخابرات شخصيا برزان التكريتي أو بخط أحد أعوانه المؤتمنين مرفوعة إلى الرئيس ومكتوبة على ورقة غير اعتيادية تم اختيارها عريضة جدا لتستوعب أفقيا جميع البيانات الطويلة الكثيرة الواردة فيها وتلاحظون أن الوثيقة تضمن المبالغ بالدولار الأمريكي يقابلها بالدينار العراقي في العام 1982 ومنها يتبين أن الدينار العراقي كان يساوي يومها ثلاثة دولارات وسبعة وثلاثين سنة اقرأوا مع السطر الأول مثلا رقم الحوالة 26506 حسابات 97 في 89 1982 المبلغ بالعملة الأجنبية 23 مليون و 644 و 446 ألف دولار المعادل بالعملة العراقية 7 ملايين دينار عراقي مسحوبة إلى البنك التجاري الكويتي الكويت رقم الحساب 02-11-000-501 طبعا لم يذكر الاسم المستفيد وسلم المبلغ نقدا بالدينار العراقي وهكذا نستطيع أن نمضي في قراءة باقي البيانات الخاصة بتحويلات قسم مناحد من أقسام شعبة الاعتمادات والتأديات الخارجية في جهاز المقابرات لشهرين فقط هما أيلول سبتمبر و 21 أكتوبر من عام 1982 ويستطيع المشاهد المغرم بالجمع والطرح أن يتأكد من صحة المجموع الذي حصلت عليه بعد أن جمعت تلك المبالغ المسحوبة من خزينة البنك المركزي وهو 234.575.463 دولار فقط لا غير الملاحظة الأولى هي أن هذه الوثيقة صادرة من القسم رقم 5 وهذا يعني أن في شعبة الاعتمادات والتأديات الخارجية في مقابرات النظام السابق خمسة أقسام مهمتها تحويل الأموال إلى الخارج لتمويل عملياتها أو لشراء الذمم الملاحظة الثانية كثير من تلك المبالغ حمل بأكياس وأخرج من العراق تهريبا وليس تحويلا عن طريق البنك المركزي لأنها سلمت نقدا وبالدينار العراقي كما ورد في الوثيقة الملاحظة الثالثة لقد تعمد كاتب الوثيقة إغفال أسماء المستفدين من التحويل ولكنه ذكر أرقام حساباتهم وأسماء البنوك وأماكنها وصار سهلا على الباحثين معرفة صاحب الحساب الملاحظة الرابعة يتضح من رفع وثيقة من هذا النوع إلى صدام شخصيا أنه كان ممسكا بالصغيرة والكبيرة معا ويدقق في كل شيء بنفسه الملاحظة الخامسة تفرض القائمة علينا أن نتساءل عن شرعية هذه البعثر المحزنة لأموال الشعب العراقي فقد ثبت أن كثيرين من السياسيين والصحفيين كانوا كأجهزة هواتف العملة لا تعمل إلا بقدر ما ترمي فيها من نقود مقدما هذا عدد وطلعت ودورت على صورة لأبو عودي بأرشيفي الخاص بعزلت كثير لأجدت له هذه الصورة منتصر وعب يضحك ثم أن السياسي أو الإعلام العربي أو الأوروبي المرتشي الذي يبيع نفسه لهذا الحاكم ليس صعبا عليه أن يبيعها مرة أخرى لحاكم آخر غيره وهذا ما حصل فكثير من الذين أغدقت عليهم مخابرات النظام الملايين تحولوا إلى أعداء أعداء النظام ورئيسه والصحفيون والكتاب والسياسيون الكويتيون مثلا وهم الذين راح إليهم جزء كبير من تلك الأموال سرعان من قلبوا على النظام ورفضوا احتلاله لبلادهم وأصبحوا من أشد المحرضين على قتله ولا داعي لذكر الأسماء والعناوين والتفاصيل وكتاب وصحفيون وسياسيون عرب آخرون استداروا 280 درجة وتحولوا من مهللين ومطبلين للنظام ورئيسه إلى مهللين ومطبلين لأعدائه ومجلة الوطن العربي اللبنانية التي كانت تصدر في باريس والتي أنشئت بالأموال العراقية الطائلة انقلبت عليه مثل على ذلك للعلم كانت هذه الأموال تبعثر بهذه الطريقة في الوقت الذي كانت فيه المرأة العراقية الوطنية الأصيلة تتبرع بما لديها من حلي ومجوهرات دعما للمجهود الحربي ودفاعا عن النظام